القرآن الكريم أكد أن الإنسان مخلوق كريم على الله خلقه في أحسن تقويم ميزه على سائر خلقه في القرآن إعداد وتقديم الدكتور رمضان خميس بسم الله الرحمن الرحيم أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة وهداية للعالمين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأنصاره وأزواجه وأتباعه وأشياعه الطيبين الطاهرين اللهم إنا نبرأ من حولنا وطولنا وقوتنا ونلوذ بحولك وطولك وقوتك فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا قبضتها يا أرحم الراحمين أما بعد أيها الكرماء فما زلنا مع صفات الإنسان في القرآن والقرآن الكريم يحدثنا في مواطن متعددة عن الإنسان وهذا اليوم يحدثنا عن الإنسان بين الإخسار والفلاح تأتي سورة العصر لتصور لنا هذا المعنى يقول الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر هذه السورة الصغيرة في الألفاظ العظيمة في القدر والعطاء ذات الآيات الثلاث يتمثل فيها منهج كامل للحياة البشرية كما يريده الإسلام وتبرز معالم التصور الإيمان بحقيقته الكبيرة الشاملة في أوضح وأدق صورة وتضع صفات الإنسان كل الإنسان تضع له ميزان الفلاح أو ميزان الخسارة وليخطر أي الطريقين يريد الله سبحانه وتعالى يقول والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر فكل بني الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا لأن الإيمان هو منهج الحياة وسر النجاة لأن الإيمان هو الوصلة بين العدم والوجود لأن الإيمان بالله سبحانه وتعالى هو الحبل الممدود والغرض المشهود الذي يتمسك به الإنسان فيكون طرفه بيده وطرفه عند الله سبحانه وتعالى هذا الإنسان في خسر لأن نوازع الشر تتجاذبه من كل ناحية إلا من عصمه الله عز وجل إلا هذا الذي وصفه الله سبحانه وتعالى بأنه في صفوف المؤمنين وليس في صفوف المؤمنين فحسب بل هو من أصحاب الأعمال والأعمال الصالحة وأصحاب التواصي بالحق والتواصي بالصبر إن الإيمان بالنسبة للإنسان ليس مجرد شعارات يرددها ولا شخشقات ولا طنطنات ولا رنات باللسان إن الإيمان نطق باللسان وعمل بالأركان ويقين في عمق جنان الإنسان يقين في داخل قلبه يملأه بالثقة واليقين والاطمئنان والرضا والتسليم والراحة النفسية ليعلمه أن الله سبحانه وتعالى حي لا يموت وأن الله عز وجل عدل لا يجور وأن الله سبحانه وتعالى سميع بصير ولذلك هذا الإيمان هو سر النجاة وروح الحياة هذا الإيمان هو الذي يجعل الإنسان القتور كريما والذي يجعل الإنسان الجبان شجاعة والذي يجعل الإنسان الخوار مقداما والذي يجعل الإنسان الذي يملك صفات رذيلة يتعالى عليها لأنه يعد حياته كلها لله رب العالمين ولذلك يقول الإمام الشافعي رضي الله عنه وأرضاه عن سورة العصر لو لم ينزل من القرآن غيرها لكفت المسلمين لماذا؟ لأنها تحدثت عن الميزان تحدثت عن أن جنس الإنسان في خسر ثم وضعت الكفة الأخرى للميزان فقالت إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتحدثت عن الإيمان فبينت أن حياة الإنسان بلا إيمان حياة لا قيمة لها ونحن نرى ونقرأ ونتابع ونطالع كثيرا من النوابغ والعلماء والأفذاذ في الغرب الذين ليس لهم صلة بالله عز وجل كيف تنتهي حياتهم إلى الانتحار وخلافه ذلك لأنه غير موصول القلب بالله رب العالمين هذه الصورة الكريمة تضع لنا الإنسان بين الخسران والفلاح تضع لنا الميزان الذي يضع الإنسان فيه نفسه فإما أن يختار الخسارة لا سمح الله وإما أن يختار الإيمان والفلاح فيعمر قلبه بالإيمان ويشفع هذا الإيمان بالعمل وهذا العمل بالعمل الصالح ويكون عنصرا فاعلا في مجتمعه الذي يعيش فيه إن هذا الإنسان الذي يغير الكون بفكره وعقله وتصوره وحركته وعمله ليس من فراغ إنه الإنسان الذي تواصى بالحق وتواصى بالصبر إنه الإنسان الذي فهم فلسفة الإسلام الفلسفة الراقية الحضارية والتي هي في الوقت ذاته فلسفة بسيطة واضحة يعرفها العامي قبل المتعلم والبدوي قبل الحضاري ولذلك صاغها ربعي بن عامر رضي الله عنه وأرضاه في عبارات وجيزة فقال إن الله ابتعثنا لنخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة الله رب العباد ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام هذه الموازين التي وضعها الإسلام هي التي تقيم أود الحضارة والتي تجعل الدنيا تستقر هذا الإنسان أمامه واحد من طريقين إما أن يكون إنسانا صاحب إيمان صاحب عمل صاحب عطاء صاحب بذل صاحب تواصي بالحق وتواصي بالصبر وإما أن يكون إنسانا مسرفا على نفسه فيفضل الخسارة على الربحان وبهذه الصورة يضع القرآن الكريم نموذجا واضحا له حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته القرآن الكريم أكد أن الإنسان مخلوق كريم على الله خلقه في أحسن تقويم ميزه على سائر خلقه وجعله في الأرض خليفة ليقوم بعبادته ويؤدي رسالته وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعْلُ رَمَضَانْ خَمِيسَ رَمَضَانْ خَمِيسَ رَمَضَانْ خَمِيسَ رَمَضَانْ خَمِيسَ رَمَضَانْ خَمِيسَ